بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هم بص مع بعض كتا على ملف آآ كبير. انا حطيته جوه البوربوينت عشان يبقى سهل بس انها عروضه و احنا منتكلم مع بعض. ادي مسلا سكريبت طويلة هوت. آآ فيه شوية خطوات وخطوات دي كلها عمالي يبني وعمالي يزبط وبتاع. دي مش مشكلة دلوقتي الهوت. وهقول لك لينا ملونه دلوقتي. ادي شوية امر فيكس بيعمل بقى اي حاجة. مش مشكلة خالص انا بقلت كود دلوقتي زي ما هو. وانا اقصد ان انت من اللي باش اتكلمنا في كل. في كل الكود ده معنى ايه? يعني هماني بس ان انت تشوف لما بيجي قلت كود انا كيسا لما بيجي قلت كود بعمل ايه? يعني انت بتقلت كود من واحد بتقلت من واحد آآ تبقى فاهم الدنيا بتمشي بس ده تدريب عامل كده عشان انت عرف تقسم سيميليشن ازاي? ادي بعد كده هو ده بقى اللي يهمني هي. عشرة الاف. فعنده رن طويل عشرة الاف. هو كاتب لنفسه كده. هو كاتب لنفسه. ملف اسمه عشرة الاف دوت ريستارت. وبعدين عامل انضم وعمل انضفكس. هو كاتب لنفسه ملف عشان هو بعد كده بيبتدي من منها في حتة تانية بعد كده. براحت هو بقى خالص ربنية وفاوه. احنا ملناش دعوه دلوقتي. احنا يهمنينا عشرة الاف دول كتير عليها قوي. كتير خالص. انا مش حقدر ان انا اشغل العشرة الاف دي. ازاي يقسم الملف بتاعي ده? لملفين. ملف الاورين خمس تلاف وملف التاني خمس تلاف. نعمل ايه? واحدة بواحدة. انا باجي في الاول بارجع للملف تاني من الاول. بعدي بعنايا كده. اوامر يونت وآآ وبريودك والكلام ده كله مش مشكلة. لمس بيخزنه. كل البلدينج والحاجات دي مش مشكلة. لمس بيخزنه. ما فيش منها مشكلة غالصة. البير potential. اول ما بلايه ملف البير potential باعلم عليه كده. وبطلعه على جنب برا. وبعمله ملف تيكست الواحدة. اسمه اي حاجة بقى. اسمه بير دوت تيكست. عشان انا هستخدمه في امر انكلود. لان انا قلتلك انه البير potential لمس ما بيخزنهش في ملفات الريستارت. فده شوية اوامر مش حينساها. فلازم اخزنهم على جنب وانا باستخدمهم بامر انكلود. فخليهم على جنب معي. طيب. وانا ماشي كده لقيت كومبيوت. اي كومبيوت او variable لمس ما بيخزنهش. بس بالراحة بقى. الكمبيوت ده هو محتاجه ولا مش محتاجه. لو هو محتاجه في اوامر ثرمه او هو حيطلعه في اوامر ثرمه يبقى لازم استخدمه. لو هو مش محتاجه يبقى مش محتاجه قوي دلوقتي انا او مش ضروري قوي معي دلوقتي. بس برضو احتياطا انا بخلي الكمبيوتس كلها بحاول افصلها على جنب او باعلم عليها علامة ان انا محتاجه ادخلها له باستمرار. ان انا دايما كومبيوتس هيكون نساها. فالكمبيوتس اللي انا طلبتها دي كلها لازم ادخلها له تاني. فالاحسن ان انا خليهم في ملف على جنب تيكست اسمه كومبيوت دوت تيكست مسلا وخليهم عنه. نفس الفكرة في الفكس اي او لما لايه اي فكس بعلم عليه باللون لازرق كده زي ما انت شايف او بخطط عليه او يعني بتصرف ان انا بحط علامة ليه عشان اسأل نفسي الفكس ده لو هو عمل له ان فكس واحنا ماشيين يبقى خلاص كان حاطت شرط وبعين شغل شوية وبعين فصله فخلاص مش محتاج الشرط ده انا في حاجة. لو الفكس ده لسه شغل معي جوه الرن فلمس هينسى الشروط بينسى الفكس فلازم ارجع عرفه الفكس مرة دانية فبخزن معي الفكس فبحطها باللون لازرق عشان ابقى فاكر هو الرن فصل الفكس ولا شغله وفي الرن احتاج الكميتو ولا محتاجوهش وكده كده بنخزنهم يعني احنا خليهم معي بعد كده اخر حاجة اوامر سيرمو انا عارف ان اوامر سيرمو اوامر دمب هو بينساهم كده كده فكده كده بخليهم معي على جنب فلاف تيكس عشان يبقوا انكلود عشان احطوهم بامر انكلود اتفقنا يبقى دي كده الفكرة البساطة تعالى نفكر مع بعض في اول مرحلة انا قلتلك اول مرحلة هتبقى خمس تلاف انا بخطط للمرحلة بالمنزل باكتب لنفسي اول مرحلة الفرست ستيتش هبتدي بنفس الاسكريبت كله بس انا عايز اكتب رن خمس تلاف ايبقى هشغل كل الاسكريبت زي ما عامله بالزبط نفس الاسكريبت بس بدل رن عشر تلاف هخليها رن خمس تلاف وبعدين هقول له راية ريستارت اكتب لي ملف ريستارت اسمه ريستارت خمس تلاف ده الملف اللي يهمني ومش هشيل بقى الفكسز انا مش محتاج بشيلها اصلا انا بشيلها من الاسكريبت او بعمل لها كومنت او كده انا لسه انا لسه واقف نوض في الخطوة دي انا كل ده بعملوا عشان عشر تلاف دي مش عارفة خلصة فانا عملت له رن خمس تلاف بس او قلت له كتب لي ملف ريستارت اسمه ريستارت خمس تلاف ده ريستارت دي كده اول مرحلة في الشغل الاسكريبت بتاعي المرحلة التانية بقى اللي عايزه يقرالي بقى الملف ده ويكمل علي خمس تلاف كمان نعمل ايه بخطط كده الساكند ستيج المرحلة التانية بعمل ملف اسمه مسلا ساكز ستيج بعمل ملف اسمه اي حاجة بقى خلاص اول امر على طول اهو ما يقول له ايه ايه اقول له ريستارت اقرالي من اخر حاجة انت وصلت لها ريしたارت ريستارت خمس تلاف ده تريستارت يبقى اقرالي ملف ريستارت انت وصلت له ده خلاص يبقى هو كده بدأ يفتكر كل الحاجات اللي وصلها بعد الخمس تلاف الاوانية. خلاص? طيب لسه فاضل له شوية معلومات ما ما بيخزنهاش. ادخل هنا انا. اول حاجة اقول له بص. حط لي شوية الاوامر تاعت اللي انا خزنتهم على جنب في ملف تكس. فانت امر هنا بينفع جدا. بعد كده. خليك فاكر ان في احنا كنا طالبينها. برجع ان اقل له تاني كوبي زي ما هي. خليك فاكر ان كان فيه برجع احط له كلها تاني زي ما هي. خليك فاكر الامر بفكره تاني بالتايمز تيب زي ما هي. مش قضية اوى هوا كده كده يعني. انا مش متأكد اه هوا بيخزن الاتامستيب ولا لا. بس انا دايما الاتامستيب بالذات عشان ما ببقاش فيها لغبطة ام ببقاش فيها زعل. بسيبها زي ما هي. بفكروا بها زني زي ما هي. فدي حاجة انا بعملها كياسر كنوا من انواع الوسواسة يعني نوع من انواع الاحتياط عشان ما دي دي حاجة ما فياش لاعب ما فياش زور يعني. كل اوامر سرمو بفكروا بيها زي ما هي اهي اوامر وبعد كده بقول له بقى رن خمس تلاف كمان هم رن خمس تلاف وبعد اقول له اكتب لي بقى ملف رايت ريستارت ريستارت عشر تلاف دوت ريستارت وبعد كده ارجع اشيل الفيكسز اللي احنا كنا اللي احنا كنا اللي كانت الخطوة كده كده كان لازم يشيل الفيكسز ارجع اشيلهم بقى عشان اوصل لنفس بالزبط الملف اللي هو كان عامله قبل منه. اتمنى اكون الفكرة واضحة. معنى قعد معي على المهاني كده. لانا قعدت جمعتها من كزا فيديو ومن كزا مكان ومن كزا واحد. بحاول ان الهلك بابسط طريقة على قد معك. فيعني لازم تمرن نفسك بها واحدة بواحدة وانا هسيب لك ان شاء الله ملفات. تمرن انت نفسك بيها. تشغل الملف كله. الكبير يعني هو الملف اش ياخد منك بتالي اربع ده ايه ولا خمس ده ايه. الكبير. واقسمه على خمس تلافين رن. وانت هتلاقيهم مقسومين قدام منك. وعاود نفسك انت تشغل المهارة دي باستمرار. كل ما تلاقي ملف طويل اقسمه انت ملفين. واجرب ازاين هيخلع لك نفس النتاج ولا لأ. تشوف ازا هتطلع الحاجة نفسية. تتفرج على ملفات اللامس تراجيكتوري يشوف هي هيها تلعها نفسها ولا لأ. يعني واحدة بواحدة بتدي عاود نفسك على المهارة دي. لكن احنا بنعمل كده ودي ابسط طريقة لقيت ان انا ايه قدر عرفك المهارة دي. فانا مفكرك مرة تانية انا كان عندي رن عشر تلاف. كان هو طالب امر بعد منها عشان يحفظ هو وصل لغاية فين. وبعدين كان بيعمل ان دمب بيقفل اللي هو كان فتحه. وبيعمل ان فيكسل تلاتة واربعة. هيخلي معه لسا واحد واثنين. لكن هو عمل ان فيكسل تلاتة واربعة. انا رن عشر تلاف دي افلى معي. اه صعب علي. هو بيعمل على سوفر كمبيوتر عنده. ربنا يوفقه. لكن انا كياسر على كلاب مقدرش اعمل عشر تلاف دي. اعمل ايه بقى? اخذ عشر تلاف دي اخليها خمس تلاف فس. وبعدين خليه يعمل لي ملف رستارت خمس تلاف. انا خلبي على قدي اعملها راية رستارت لخيط خمس تلاف فس. خلاص? الملف الجديد اللي هي المرحلة التانية. اقول له ريد رستارت. افتكر من اخر حاجة احنا وصلناها الخمس تلاف دول. انا كنت اتمنى اكتب له رن خمس تلاف كمان على طول وديها. وبعدين اكمل بقية الاوامر اللي زي هنا اللي هما دول. بقية الاوامر دول كم منهم زي ما هما. لكن للأسف هو مش بيخزن كل المعلومات في ملف رستارت. فيش ما فيش شوية معلومات كمان لازم اتفكروا بيهم. فبعمل ايه? اديها واحد انكلود للبير وتنشيل. واحد انكلود لآمر السيرمو والدم. واحد انكلود لآمر الكمبيوت. واحد انكلود لآمر الفيكس اللي انا محتاجها. ويه الطايم ستيب عشان انا ببقى الان ومش عايز اي مشاكل او قلع بفكروا بها تاني. نفس الطايم ستيب اللي كنا شغالين بها بحطها له مرة تانية. حتى لو هوا بيخزنها من اجدها. انا بخزنه الطايم ستيب. بفكروا بيها هي كده. لازم يفتكرها واشتغلها زي ما هي. فاتمنى ان الشكل ده يكون واضح بالمنظر ده. آآ واحدة بواحدة. هتمشي ان شاء الله العملية. جرب انت بقى ملف الفول اللي معاك او الملف الكبير اللي معاك. قسموا على تلت مراحل. جرب تأسموا او قسموا تلت مراحل او اربع مراحل. جرب تأسموا كده. آآ العة ات لاف دول قسمهم مثلا الفين ثم الفين ثم الفين ثم الفين ثم الفين ثم الفين. خمس مراحل لهم. او قسمهم الفين وخمسمائة الفين وخمسمائة. الخمسمふふ comسمائة. او قسمهم مثلا الاربع تلاف الاول. وبعادين آآ تلت تلاف كمان. وبعدين تلت تلاف كمان. كما جرب كده. وتأكد ان هما بيمشوا معك وبيشتغلوا. انا في رأي الشخصي مش هتتعاود على ملافات الريستورتي الا بالشكل quid. انك تتمارس بإيدك أو تتعلم بنفسك وجرب ونشوف إن شاء الله مع بعض بإذن الله هتلاقيها سهلة إن شاء الله يعني وبإذن الله تكتسب المهارة دي دي تقريبا أهم مهارة في جزء الرقم 3 ده كله لأنه هو احنا بنعمل كل ده عشانها أصلا عشان نقدر نقسم من الرنات الطويلة لما أنا أقرأ في رسالة واحد يقول لي الملف ده بياخد معي أربع ساعات فبفرح عاوي بعدين وهو شغال كده على سوبركمبيوتر كذا كذا اللي موجود في جامعة كذا أقول له ماشي ربنا أفاك الاربع ساعات دول هيحتاجوا مني اربعين ساعة على كلاب فانا الرن بتاعتك دي هقسمها على أربع مرات فبتدي يقسمها بأوامر راية ريستارت وهكمل معاها وتأكد إن شاء الله أنها طالعها زي ما هي دي خطوة من دول الخطوات اللي هم نعملها أو مهارة من دول المهارات اللي لازم تتعاود عليها تماما إن شاء الله أنت تكتسب المهارات دي بسهولة شكرا